أو مسموع أو مذوق أو مشموم زاد بعضهم أو ملموس إخبار اللسان بما يعلم فإذا أخبر اللسان بما يعلم من شيء رآه أو سمع أو ذاق أو شم أو لمس فهذه تسمى الشهادة والشهادة تطلق على شيئين تطلق على التحمل والأداء الشهادة تطلق على شيئين على التحمل وعلى الأداء أما التحمل فإنهم فرض كفاية تحمل الشهادة فرض كفاية لقول الله تبارك وتعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا فتحمل الشهادة فرض كفاية وقد يتعين إذا لم يوجد إذا لم يوجد إلا هذا الشاهد فقد تتعين الشهادة وأما الأداء ففرض عين أداء الشهادة فرض عين قال الله تبارك وتعالى وَلَا تَكْتُمُ الْشَهَادَةِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ وَآثِمٌ قَلْبٌ أَمَرَ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ فقال جل وعلا وأقيم الشهادة لله أقيم الشهادة لله تبارك وتعالى وفي قول الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فأمر الله بإقامتها وأمر الله أن نكون قوامين بالشهادة على ما هي علي إقامتها على ما هي علي قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي أبو زكريا المنقري النيسابوري الحافظ قال الذهبي الشيخ الإسلام وعالم خرسان يحيى بن يحيى هو شيخ الإسلام وعالم خرسان لقي صغارا من التابعين الإمام أحمد رحمه الله قال يحيى عندي إمام ولو كانت عندي نفقة لرحلت إليه هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله وما رأى مثل نفسه ولا رأى غيره مثله فرحمه الله الإمام أحمد كان يعظمه أهو القائل الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله أم هو غيره فالقائل هو يحيى ابن معين لكن الذهبي نقل هذه الكلمة في ترجمة يحيى ابن يحيى يحيى ابن يحيى التميمي أبو زكريا النيسابوري قال قرأت على مالك مالك أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين هذا الإمام مالك بارك الله له في علمه وفي موطئه فالموطئ اعتنى العلماء به ولما طلب الخليفة أن يجمع الناس عليه أبا قال إن الناس قد علموا أشياء ما علمناها كيف تحملهم على الموطى عن عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر الأنصاري المدني القاضي ثقة عن أبيه وأبوه أبو بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم الأنصاري هو مشهور عن عبد الله ابن عمر ابن عثمان عبد الله ابن عمر ابن عثمان ابن عفان فهو من أحفاد الخليفة عثمان رضي الله عنه الصحابي المشهور المبشر بالجنة وثالث الخلفاء عبد الله ابن عمر هذا من أحفاد ثقة شريف وأظن لقب بالمطرف بالمطرف قال عن ابن أبي عمرة الأنصاري ابن أبي عمرة الأنصاري هو عبد الله ابن أبي عمرة واسمه عمر ابن أبي عمرة الأنصاري عبد الله وعبد الرحمن لا إذن الذي يظهر هذا آخر هذا في البرنامج طيب انظر في التقريب المدني القاصة هذا ولد في عهد النبي ولد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليست له صحبة طيب قال عن زيد بن خالد الجهني زيد بن خالد الجهني المدني الصحابي المشهور أبو طلحة ويقال أبو عبد الرحمن أو العكس وكان صاحب لواء جهين يوم الفتح عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها هذا هو خير الشهداء قال النووي رحمه الله قوله في إسناد حديث الباب حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عبد الله بن عمر بن عثمان عن ابن أبي عمرة العنصاري عن زيد بن خالد الجهني قال هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض وهم عبد الله وأبوه وعبد الله بن عمر بن عثمان وابن أبي عمرة واسم ابن أبي عمرة عبد الرحمن ابن عمر ابن محصن العنصاري في التقريب عبد الرحمن ابن أبي عمرة العنصاري النجاري يقال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي حاتم ليست له صحبة إذن عبد الرحمن عبد الرحمن رضي الله عنه ورحمه قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها وفي المراد بهذا الحديث تأويلان أصحهما وأشهرهما تأويل مالك وأصحاب الشافعي أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه قال فيخبره بأنه شاهد له والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم فمما تقبل فيه شهادة الحسبة الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك ونحو ذلك فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به والشهادة قال الله تعالى وأقيم الشهادة لله وكذا وكذا في النوع الأول يلزم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها أن يعلمه إياها لأنها أمانة له عنده قال قال وحكي تأويل ثالث أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله كما يقال الجواد يعطي قبل السؤال أن يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف قال العلماء وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذم من يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد في قوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون وقد تأول العلماء هذه وقد تأول العلماء هذا تأويلات أصحها تأويل أصحابنا أنه محمول على من معه شهادة لآدمي عالم بها فيأتي فيشهد بها قبل أن تطلب من والثاني أنه محمول على شاهد الزور فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد والثالث أنه محمول على من ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة والرابع أنه محمول على من يشهد لقوم بالجنة أو بالنار من غير توقيف وهذا ضعيف طيب عندنا ألا أخبركم هذه ألا أداة عرض ألا أخبركم بخير الشهداء الشهداء يتفاضلون فمنهم من هو خير ومنهم من هو دون ذلك ومنهم من هو شاهد الزور ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها هنا يأتي بالشهادة قبل أن يسألها جاء حديث اخرجه الإمام البخاري أشار إليه النووي بل ذكر اختصرا حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون ويكونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن كيف الجم هذا الحديث الذي يأتي بشهادة قبل أن يسألها والحديث يشهدون ولا يستشهدون كيف الجمع بينهما أولا ما معنى حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حديث زيد بن خالد الجهني فيه أن المراد من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد مثلا قال زيد لعمر عندي لك ألف دينار وسأحضرها لك بعد يومين علي حاضر فجاء ولم يأتي بها فطلبه إلى القاضي فأنكر والذي له الحق لا يعلم أن علي عنده الشهادة فجاء وأخبر القاضي إذن هذا خير الشهداء أي من عنده شهادة لإنسان ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد وفي هذا تفريج لكربة هذا ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة هذا قول القول الثاني محمول على شهادة الحسبة الحسبة التي يحتسب أجرها من الله وهنا مسألة أيجوز للشاهد أن يتقاضى مالا على شهادته أو لا يجوز له لا شك أن الأولى والأفضل والأورع أن لا يأخذ هذه شهادة ليست ببيع ولا شراء وإذا طلبها ليس هذا من المروعة لكن لو أعطاه صاحب الشهادة من تلقاء نفسه فله أن يقبلها له أن يقبلها إلا إذا أعطاه ملزما له أن يشهد زورا أو أن يشهد كذبا فلا يجوز له ذلك طيب الصنعان لخص الأقوال نعم هو نقلها من هنا لكن رتبها ترتيبا جيدا رحمه الله تعالى طيب قول ثالث في معنى هذا الحديث أنه محمول على المبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها طلبت منه فبادر ولم يتأخر ولم يتوقف إذن الأول يعني عنده شهادة لإنسان بحق الثاني محمول على شهادة الحسبة وشهادة الحسبة تكون في حق رب العالمين سبحانه وتعالى الثالث المراد بذلك المبالغة إذا فهمنا معنى الحديث فنريد الجم بين حديث زيد بن خالد وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال الصنعاني رحمه الله الأول قال ولما تعارضا اختلف العلماء في الجمع بينهما على ثلاثة أوجه إذا فهمت التعارض فهمت الجواب وإذا لم تفهم التعارض لم تفهم الجواب قال الأول أن المراد بحديث زيد إذا كان عند الشاهد شهادة بحق هذا كلام النووي الثاني أن المراد بها شهادة الحسبة لكن هنا عرف الحسبة أو شهادة الحسبة قال وهي ما لا تتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم محضى ويدخل في الحسبة ما يتعلق بحق الله تعالى وشيخ الإسلام له رسالة في الحسبة رحمه الله تعالى الثالث أن المراد المبالغة هذا كلام ثم قال وهذه الأجوبة مبنية على أن الشهادة لا تؤدى قبل أن يطلبها صاحب الحق ومنهم من أجاز ذلك عملا برواية زيد وتأول حديث عمران بأحد تأويلات أنه محمول على شهادة الزور هذا ذكره النووي محمول على شهادة الزور حديث عمران يشهدون ولا يستشهدون أي يشهدون الزور يشهدون بالزور كما جاء في الحديث ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت الثاني أن المراد إتيانه بالشهادة بلفظ الحلف نحو أشهد بالله ما كان إلا كذا وهذا جواب الطحاوي الثالث أن المراد به الشهادة على ما لا يعلم مما سيكون من الأمور المستقبلة فيشهد على قوم بأنهم من النار هذا ذكره النووي والغالب بل ربما أكثر ما في السبل من الكلام في شرح أحاديث البخاري ومسلم مأخوذ من فتح الباري ومن شرح النووي للإمام مسلم رحمه الله تعالى نعوذ بالله هذا يعني يعتبر من الظلم ومن الفسق نسأل الله السلام والعافية أي استدل بقول الله تبارك وتعالى على تحريم شهادة الزور بقوله والذين لا يشهدون الزور لا يستدل يعني بمعنى لا يشهدون الزور الزور الباطل الحرام من خمر ومزامير وطبول وإلى آخره طيب بمعنى أنه لا يحضر طيب تفسير من كثير عند هذه الآية وشهادة الزور من كبائر الذنوب وذكرها الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر نعم وشهادة الزور أن يشهد زورا والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور يعني بمعنى ليس له وإنما يتزيى بغير ما هو له يتزيى بغير ما هو له قال ابن كثير إن هذه الآية والذين لا يشهدون الزور هذه أيضا من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور قيل هو الشرك وعبادة الأصنام وقيل الكذب والفسق والكفر واللغو والباطل قال محمد بن الحنفية رحمه الله واللغو والغنى وقال أبو العالية وقال أبو العالية وطاوس وابن سيرين والضحاك والربيع ابن أنس وغيرهم هي أعياد المشركين وقال عمر بن قيس هي مجالس السوب والخنى وقال مالك شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه كما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر وقيل المراد لا يشهدون الزور أي شهادة الزور وهي الكذب متعمدا على غيره تعريف شهادة الزور كما في الصحيحين عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت والأظهر من السياق أن المراد لا يشهدون الزور أي لا يحضرون ولهذا قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما أي لا يحضرون الزور وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء ولهذا قال مروا كراما هنا يقول ألا أظهر أنها يعني ما ذكره ونقله عن أئمة التفسير رحمهم الله تعالى إلى هنا بارك الله